إلى العراق حيث سقطت خمس صواريخ يوم أمس على قاعدة في غرب البلاد تصديف قوات من التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي من دون أن يؤدي انفجارها إلى وقوع خسائر بشرية وضرار مادية وفق ما أعلن مسؤول في التحالف وسقطت الصواريخ في المحيط الغربي لقاعدة عين الأسد التي تديرها القوات المسلحة العراقية لكنها تصديف قوات من التحالف الدولي